اغري فوكوس اه عودة على اليوم العالمي للأغذية كيف كيف بش نحكيه على مشاريع الافاو في تونس في مجال المياه هدوما المواضيع اللي بش نحكيه فيهم اليوم اينيس اه تغذر لي انا هنغذر للضيفنا سي اه سي احمد بوكشة اللي هو المكلف بمتابعة والدعم المشاريع بمكتب منظمة الممتحدة الاغذية والزراعة لفاو بشمال افريقيا اه سيد احمد مرحبا بيك مرحبا بيك سيد احمد شكرا لك على قبول الدعوة حبينا اليوم نرجع معك نعرفه الاحتفال العالم ولا احياة نهار الاثنين اللي فيت نهار سنتاش اه اكتوبر اليوم العالمي لأغذية كيفش كان هالحياة هذية في تونس في العالم لو كانت تعطينا اه فكرة سريعة على الموضوع هذية شكرا انيس اه شكرا على الاستضافة شكرا لك وكامل فريق البنامج على الاستضافة شكرا لتخصيص الحيز الزمني لحقيقة والرجوع على اليوم العالمي للاغذية لانه لحقيقة هو موعد هام سنوي موعد سنوي هام لالتفكير باحد الحقوق الاساسية لكل انسان وهو حقه في اه غذاء كاف وسليم كما كما يقولها اه ثم المعطى الثاني واخونه الموضوع لهذه السنة هو موضوع هام جدا اه جاء تحت شعار اه الماء اه المياه هي الحياة المياه هي الغذاء اه لا تتركوا احدا اه وراء الخلف الركب يعني اه هذا كان موضوع اه اليوم العالمي للاغذية ثم اه الحقيقة كانت فمت تغطية هام اه بلسبة لهذا السنة ككل سنة هو الحقيقة وهذه فرصة باش انه نشكر كافة وسائل العالم على التغطية هذه اه ثم اعتقد انه اه يعني اليوم العالمي الاغذية لهذه السنة اه يكتسي صبغة خاصة اه اه اولا اه باعتبار اه الظروف العالمية اه خاصة انها الحروب هذه اه اللي كانت لها تداعيات على اه الامدادات على تموين السوق العالمي اه نذكره خاصة الحرب الروسية الاوكرانية باعتبار انها من الدول اه يعني الهامة في مازال اه انتاج وتزويد السوق العالمية من الحبوب من نساوس كذلك الحرب على فلسطين وغزة طبعا اكيد هناك ملايين من الاشخاص اللي ربما ما يحلطوش الغذاء ثم المعطى الثاني كما قلت هو اهمية المحور ولا الموضوع اللي تم اختياره لهذه السنة وهو المياه واعتقادي ان المنظمة اذا كان اختارت الموضوع المياه هو كذلك لمزيد التحسيس باهمية المورد هذا لانه لانه الوضعية الحالية على المستوى الدولي الحقيقة اه في ظل اه التغيرات الملاخية وكنتوا تحكيوا عليها في ظل اه خاصة معناها التصرف مازال الحقيقة التصرف في هذه المورد غير اه رشيد اه فاليوما هاجس كبير كننا شمعوا في سيد من دوب جاوي تم فلاحية بيتوزر اليوما المياه هي الهاجس الكبير اه بالنسبة للقطاع الفلاحي هذا كعليش جاء اه اليوم العالمي ناغذي تحت هذا الشعار واعتقد اه مناسبة كذلك لآه تحسيس جميع الجهات جميع الدول لمزيد الا اه يعني حكم التصرف في هذه اه المورد اه تكسح انا نذكره لآه ذكر هذه هي اللفو عنده 78 عام انا ترجع خطر 16 اكتوبر يرجع تاريخ بعث اه ملاظتهم من تحديد الزراع عام 1945 وكان البعث تمتاحها من لولي ذولي في الكيبك في كندا بعد قع نقلها الى اه مقرها في اه روما اه هنا سي اه بقشة حبيت ان نربط المواضيع ببعضها مع الاحتفال هدايا ولا اللحياة اه نعرف ذولي لفو عندها مبادرات كبيرة في مجال المياه نذكره في 2013 وغيره لو كانت تعطين عليها فكرة ونحكيه عن مشاريع يعني عن عند لفو في مجال المياه في بلادنا شكرا سيانيس اه بطبيعة حال محور المياه هو محور هام اه ومحور عوال هام لدى منظمة من ذلك انه فما اه هناك قسم كامل اه ضمن المنظمة يتم اه بالتربة والمياه لا فقط يعني احنا نحكيه على منظومة كاملة هي منظومة المياه والتربة نظرا لارتباطها للعنصرين اه ببعضهما اه البعض اه من ذلك انه اه تعرف هذي ربما سيانيس المنظمة عندها اه اه يعني تقرير تقرير دولي اه وهو يشكل مرجع هام مرجع دولي هام حول حالة حالة الموارد من الاراضي والمياه في العالم اه للاغذية والزراعة هذي تقرير دوري اه تنشر المنظمة وكما قلت هو يشكل مرجع اه دولي هام اه بالنسبة للموارد المائية والموارد التربة والتقرير الاخير اه كان تم اصداره في اواخر سنة الفين وعشرين وجاء تحت اه تحت عنوان نظم على حافة النيار اه دي سيستام اوبور اه دي لاريبتور وهذا التقرير اه نبه من كما قلنا هشاشة الوضع بالنسبة للمياه اه والتربة هناك عديد من الموارد اللي قاعدة تهدر للأسف اه نظرا للاستغلال غير المحكم بالنسبة للتعاون مع تونس في هذا المجال هو كذلك محور رئيسي وهام للتعاون بين تونس ومنظمة باعتبار ان المياه كذلك من اولويات الاولويات لوزارة الفلاحة ولتونس لازم بطبيعة حالي حبيتنا نفكر لانه فما اكثر من اطار للتعاون في هذا المجال الاطار الاول لازم نذكر به هو اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس تم تخصيص هدف الهدف السادس ليه اه محور المياه اه والمنظمة المتحدة للاغذية والزرعة هي مسؤولة على متابعة مؤشرين هامين اه ضمن هالهدف هذي اه دوز انديكاتور فما اه الانديكاتور سيس كات اون اللي هو متعلق با اه الافيكاسيتي دلو او النجاعة نجاعية ونجاعة نجاعة المياه والسيس كات دو هو اه الاستراسيدريك فهذا يه محور ولا اطار هام اولي للتعاون مع اله بين تونس والمنظمة الاتار الثاني وهو كما تفضلت يا نيس بكري اه المنظمة قامت باطلاق مبادرة سنة الفين وثلاثاش هي مبادرة مبادرة تهم اه من اقليم اه شمال افريقيا والشرق الاوسط اه باعتبار اهمية المياه اه لان المنطقة كاملة اه تعتبر منطقة اه جافة اه فتم اطلاق المبادرة من سنة الفين وثلاثاش للتحسيس جميع الاطراف سواء الدول سواء الجهات المنحة لتشديد لتكثيف العمل في في هالمجال وفي اطار المبادرة هذي كانت تونس سيتيان بي فوكيس اه وتم اه تم فيه عديد من الانجداء ثم الاطار الثالث اه والهام زادة هو اه اطار التعاون بين اه تونس والمنظمة اللي يتم اه كل خمس سنوات وضع اه اه اطار اه للتعاون وبالنسبة الى اطار هذي اللي اه يعني اه يشمل الفترة الفين واثين وعشرين الفين وخمس وعشرين تم تخصيص محور كامل للموارد التابعية وخاصة منها الموارد المائية وكذلك اه التقلبات اه المناخية فكما شفت اطار هام اه ومكن من اه انجاز اه عديد مشاريع اه انا رجعت على العشرة سنوات اخيرة من انظر الفين ثلاثة الفين وثلاثة عشر فتم التنفيذ ما لا يقل عن حداش المشروع وهذه المشاريع فقط لكن هناك العديد من الانشطة اللي تم اه تنفيذها خارج المشاريع فهناك اه كل ما هو تلمية القدرات المنظمة اه نشيطة جدا في المجال الهذياء ثم كذلك اه تنظيم المنتديات والمتقيات سواء كانت فنية او اه رفعة المستوى وربما في هذا الاطار ان نذكر با اه ملتقى القاهرة للمياه وليسيين عقد ان شاء الله بارتير من من الفينت ناف دي مات ناف وده اه سيتن ران ديفو انيل اه دو نيفو يعني المنظمة تقوم بتقبي تنظيمه بالتعاون مع اه مجلس وزراء العرب بالمياه فهو اه ملتقى هام جدا نرجع للمشاريع كما قلت اه تم بعجالة 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 اه تقريبا حداش المشروع اه اه ثم على القلزو ثلاثة مشاريع وهذا موضوع نحب نرجع له اه ربما نحب الخاصة علي الحديث هو حكينا بكري على اه اه نجاعة المياه واللي هي تتمثل في انتاجية المياه اه للأسف ما نعطيهش اهمية كبرى لانتاجية المياه هناك مفهوم خاطئ عند الفلاحة خاصة انه قد ما يسقي قد ما يمشكون انتاج اكثر وهذا مش صحيح لانه فما فما عديد العوامل اللي تأثر على الانتاج فا اه بالنسبة للمشاريع على الاقل زو ثلاثة مشاريع تم تنفيذها في هذا المشال للتحسيس باهمية اخذ بالعين الاعتبار انتاجية المياه في هذا مجال تم تنفيذ خاصة اه يعني اه تنمية القدرات اه قاعد تكوين عديد سواء الفلاحة او المهندسين او التقنيين اه كذلك كنت تعطينا فكرة شنو ما زراعات خدمتوا عليها وفانا ما ناطقه اه اه تم العمل على الثلاثة زراعات الاستراتيجية لتونس اللي هي اه الزيتو اه والتمور وزراعات الكبرى اه تم اه يعني اه اه ايسال المعلومات والتقنية اه يعني الحزمة الفنية نسميها للفلاحين عن طريق ما نعبر عنه بالمدارس الحقلية هذه المنظمة تشجع عليه الحقيقة والقاء اه اقبال هام جدا عند الفلاحة لانها اه ليس يعني الفلاح بيدو يشارك في هال مدارس الحقلية والاحقيقة كان فما اقبال اه هام جدا فما كنا نرجع بعجالة على مثلا مجال التمور هناك اهدار كبير للمياه لانه مازال تقريب بطريقة الغمر ما يعبره على طريقة الغمر او بالسيب ميرسيون كما اتفضل السيد من دون بكلي فما مركز البحوث للزراعات الوحية يعني قام باثبات هناك يعني طرق اخرى تمكن من الاقتصاد في المياه وتمكن ربما حتى بانتاجية اه اهم اه لكن للاسف اه موش لم يقع اتماده معنات على الاقل على شكل كبير حتى الان فا اه هذي معطى هام جدا لابده من الاقتصاد في المياه ولابده باخذ المعين الاعتبار هوليك حزمة فانية وكعدة عوام اخرى اللي يتأثر على الانتاج ليس فقط الماء يعني تك صح استيد احمد هذي فكرة اولى على مشاريع اللافهو خاصة في مجال المياه مشانا تكونوا معنا عودة في اللسبع القادم على بقية لنشتة والمشاريع الهامة اللي تقوم بها اللافهو في تونس وغير تونس اه نشكرك سي احمد بوغشة المكلف بمتابعة ودعم المشاريع بمكتب اه لفهو اه بشمال افريقي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك اه سيد احمد مواصلين معكم احنا بعد موجز الاخبار في سفوغ اجري كولوينش نحكيو عالمعهد الوطني للبحوث في الزراعات بيتونس لين رات لكن مقبل موجز الاخبار مع ايميل الهانية